إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد وفي حياظ نداه النهل والعلل خزائن الله تغني كل مفتقر وفي يد الله للسؤال ما سأله وسائل الله ما زالت مسائله مقبولة ما لها رد ولا ملل وإن أصابك عسر فانتظر فرجا فالعسر باليسر مقرون ومتصل وانظر إلى قوله دعوني استجب لكم فذاك قول صحيح ما له بدل يا مالك الملك يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا فما لنا بتولي دفعه قبل وحل عقدة محل حل ساحتنا من ضره عمة الأمصار والحلل وقطعت منه أرحام لشدته وما لها اليوم غير الله من يصل فرب طفل وشيخ عاجز هارم أمست مدامعه في الخد تنهمل وبات يرعى نجوم الليل من قلق وقلبه فيه نار الجوع تشتعل وأنت أكرم من يدعى وأرحم من يرجى وأمرك فيما شئت ممتثل فاشمل عبادك بالخيرات إنهم على الضرورة والبلوى قد اجتملوا فاسق البلاد بغيث مسبل غدق مبارك مرجحن مزنه هطل سح عميم ملث القطر ملتعق لرعده في هوام سحبه زجل تكسابه الأرض ألوانا منمنمة بها تعود لها أيامها الأول ويصبح الروض مخضرا ومبتسما من النبات عليه الوشي والحلل وتخصب الأرض في شام وفي يمن به وتحيا سهول الأرض والجبل يا رب عطفا فإن المسلمين معا مما يقاسون في أكبادهم شعلوا وقد شكوا كل ما لاقوه من ضرر إليك يا مالك الأملاك وابتهلوا فلا يردك عن تحويل ما طلبوا جهل لذاك ولا عجز ولا بخل